طبعا نتيجة التقدير الكبير من الكابتل محمود الخطيب لعلي معلول بعد الزيطة اللي حصلت في الفترة الاخيرة لدرجة ان السيدة زوكته عملت بوست الآن على جزة وقالت ان انا ما قلتلوش على البوست ده زوكة علم معلول عملت بوست قلقت من السوشيال ميديا بتقوله كابتل محمود الخطيب على فكرة حصل اتصال بينه وبين علم معلول وقال له كابتل الخطيب يعني فيه سوق فهم يعني في الاخر فيه سوق فهم الندي بيعتبي حترمك والنادي مجدد معاك السنة دي وانت المفترض اللي هتقرر بناء على عودتك بعد الاصابة يعني الامور تبقى تمام وتفهم معالي معلول وجهة نظر ان هي دي وقدرت الكورة وعنده اصرار كبير جدا وقفى الملف طبعا ومش هتكلم معالي معلول في هذا الامر نهائيا اي حاجة تخص عودته هيركز بس في برنامجه اللي جاي التأهيني وطبعا شوية بالتدريب كده هينزل التدريبات الجماعية والفيصل والمعيار مش بتقول الفايصل والمعيار اللي نلعب ناشي انا بس مش عايز الناس تحطوا مقارنة بينه بتنية حعطيها طالله عشان الخاطر يعني يعني هي حعطيها طالله كمان المستوى بيزيد يعني انا في مطش العين ده عظمة دفاعيا وهجوميا ني حعطيها طالله بصراحة برينس برينس البرينسات مطش العين الاخير ده فإنما علي طعم تاني وريحة تانية ولون تاني وشكل تاني وحاجة كده مبهجة علي معلول أداء مبهج بك عرضيات مبهجة تمريرات مبهجة يعني علي ده حاجة يعني من حتة تانية هنشوف والبعد المكالمة دي مع الكابت المحمود الخطيب الأمور هدية والأمور استقرت وما فياش أي مشاكل على الإطلاق على فكرة الزمالك بيفكر في المهاجم حرس الحدود ليناير الجاي خد بالك الزمالك عنده تدامات في يناير الجاي بس أنا دايما لما بقول مهاجم بعض أفكر أولي الزمالك والزمالك عنده كم مهاجم ده الزمالك عنده الجزيري وعنده عمر فرج الفلسطيني جزيري تونسي محترف عمر فرج محترف وطبع بيقيد كمحلي لأنه فلسطيني الجنسية يعني لكنه محترف عنده ناصر منسي عنده حسام أشرف عنده سامسون اللي مفترض حيمشي يعني خمسة بس مقايد خمس فراو ده فأنت عندك الزمالك فيه محمود ممدوح اللي هو مهاجم حرس الحدود فيه كلام برضه إن الزمالك ممكن يدخل فيه مفاوضات معاه فيه انتقالات الشتاء القادم عموما أعتقد إحنا كده بقى إيه نطلع فاصل سريع كل ده الزمالك بس عايزة أقتم بالخبر ده الزمالك حيتظلم على العقوبة بتاعت الأربع ماتشات بتاعت مصطفى شلبي ودونجة وعبدالوحد السيد يا مين يعيش؟ ده لسه هتطبق السنة الجاي وإن لي بعدها؟ هي مين يعيش للكلام ده عن الزمالك برضه؟ يعني الموضوع لسه عليه بدري يعني خلون نطلع فاصل بعد الفاصل هنتابع طبعا بعد التقارير وبعد الفاصل هيبكون معنا كابتن مشير التابع وكابتن أحمد بلال بس أنا عايز أطلع في الفاصل بعمر مرموش اللي يعني بصراحة عامل حالة في أوروبا مش بس في ألمانيا خد بالك إنه الوقت أي حد بتقلق من عندنا الناس في أوروبا تبتدت صلاح 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 يعني المو بخللنا سمعة جامدة جد فمرموش لما بيزيد بيزيد في الدور الألماني في الناس حالة تقول لك صلاح جديد صلاح جديد مربوش أنت بتكلم في 25-26 سنة يعني يعني لسه قدوه إن شاء الله مشوار طويل يعني في أوروبا وعندية إنجلترا بتدور عليه إنما أصبح حاسم في كل النقاردة المتساومة هاركين في هداف الدور الألماني في جواله فأبو جايب الجولم بارح مكسب فرقته نطلع لما مربوش نستمتع بيه بعدها فاصل ثم نستقبل ديوفنا كابتن الكابات المشير التقبي وأحمد بلال